طلبت رئيسة الوزراء لبريطانية ريزا ماي من نائبها داميان جرين الاستقالة من منصبه بعد العثور على أفلام إباحية على الحاسوب الخاص بعمله في مجلس العموم البريطاني في قضية تعود إلى عام 2008 كما ذكرت تقارير صحفية بريطانية مؤخرا ذكرت أن جرين تحرش بصحفية تدعى كاين مالتي في عام 2000 و15